اشتركوا في القناة هذه ليست مسألة عابرة ولا مسألة سهلة أنه يطلع فيه بعينات القمح اللي عبتوصل عب يكون لكل المواطنين اللبنانيين بدون استثناء في كل المناطق يطلع فيها هاي النسبي من الأوكراتوكسين والنسبي عالي وتاني جواب هو من وزير الاقتصاد ألا حكيم اللي بيأكد أنه الأمح مش مصرطة في المقابل أعنانات وزاية الاقتصاد بعدما أجلت الفحص على خمس عينات أن لا مواد مسألة في القمح مش مشكل تضارب نشوف بالدولة الرئيس بيحط شيء مختبر ثالث هو النتائج اللي وصلوا من معهد البحوص الصناعية أنا سأتي كاملة بمعهد البحوص والصناع الغيف مصرطة الغيف مش مصرطة الغيف مصرطة الغيف مش مصرطة معقول عم نحكي عن وزيران بنفس الحكومة واتنيناتهم كل واحد منهم أخذ عينات من نفس الأمحات الموجودين على المرفأ وعمل له نفحصات وطلع معه النتائج عكسية يعني ببساطة في وزير من الوزيران عم يجذب وفي مختبر من المختبران اللي بعتوا الوزيران عليهم عينات لا يفحصوها كمان عم يجذب وهذا المختبر لازم يتسكر لأنه كيف يعني كيف فحوصات مخبارية بمختبران بيعطوا نتائج عكسية واحد بيقول في مادة مصرطنة والتاني بيقول ما في مادة مصرطنة تعرفوا شو هذا الشيء ذكرني بنكتة مشهورة عن اتنين كانوا ماشيين على الطريق ولقوا قطعة براز بشري بلا مؤخذة على الأرض قالوا أول واحد هايدي براز بشري قالوا التاني لا لا هايدي منا براز بشري قالوا بلا بلا هايدي براز بشري لا 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 منا براز بشري اما واخر الشيء تحتى يفضوا الخلاف تفقوا انه يدقوها دقوها نينيتون طلعوا ببعض بلا براز بشري منيح اللي دقناها ومدعسنا عليها هاك صاير فينا مع فرق بسيط اللي مختلفين على القطعة هن وزيران بس نحن الناس لعمناكوا الخلاف تصبعوا على خير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة